اشتركوا في القناة فبدأ لعبه بإلقاء بعض الدروس حول عالم كرة القدم والتعرف بالدور الموريتاني والمنتخب الوطني من أجل إذابة الجليد بين المتابع الموريتاني وكرة القدم الوطنية ولاقوا ترحيبا من جموع التلاميذ الحاضرة ولأن الدوريات العالمية هي الشغل الشاغل لكل تلاميذ العاصمة واكشوت فلا غراب أن يكون قمص النادي الملك حاضرا بين التلاميذ حتى ولو كان الزي موحد ومن هذه النقطة بالتحديد ربما كانت جولة نادي تفرقزين في محلها من منظور المتابعين لكرة القدم الموريتانية التي ما زالت تحتاج للكثير من التسويق والترويج في بلدها والنجاح في إحداث القطيعة بين المشجع الموريتاني والدورية الأوروبية رويدا رويدا وفي الأخير ماذا عن بقي الأندية الموريتانية والتي مسها الضر من عدم حضور الجماهير للملاعب الموريتانية ترجمة نانسي قنقر